السلام عليكم أهلا وسهلا بكم درسنا جديد إذا كنتوا المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة نتكلم في هذا الفيديو عن 20 جملة في اللغة الإنجليزية من حياتنا اليومية كما نعلم أفضل طريقة لحفظ الكلمات وضعها في جمل وعبارات بالتالي أستطيع حفظهم واستخدامهم بشكل صحيح تابع معي نهاية الفيديو هناك الكثير من الملاحظات والشروحات التي تتعلق بالمحادثة وكيف أطور محادثة في اللغة الإنجليزية طبعا هذه الجمل مترجمة من الإنجليزية العربية وكيف نلفظها وكيف أستخدمها في أثناء التحدث في اللغة الإنجليزية كيف أقول مع نفسك يعني لا أريد سماعك الكلام الذي تقوله لا أريد سماعه Talk to the hand اللاحظ L ما تلفظ إذا كان عندنا L كالل لا تلفظ Talk to the hand أو نقول Tell it to the hand Talk to the hand أو نقول Tell it to the hand بمعنى مع نفسك كيف نقول يمكنك الاعتماد علي تستطيع أن تعتمد علي You can count on me You can count on me يمكنك الاعتماد علي كيف نقول طفحة الكيل يعني كافي مليت طفرت من شيء ما Enough enough is enough enough is enough أو نقول I've had enough I've had enough I've هي اختصار لي I have نحذف الـ H والـ A نضع أباستر فيها الفاصلة علوية I've had enough كيف نقول حاضر يعني طلباتك أو أمر Your wish is my command Wish أمنية أو رغبة Command أمر Your wish is my command يعني حاضر أو طلباتك أو أمر نقرأ مرة أخرى Talk to the hand Tell it to the hand You can count on me Enough is enough I've had enough طبعاً enough لاحظ G-H نفضهم F Your wish is my command أخر مرة Talk to the hand Tell it to the hand You can count on me Enough is enough I've had enough Your wish is my command كيف أقول فقط شهيتي يعني ما لي ما لي نفس أكل I lost my appetite I lost my appetite كيف أقول حالوسط يعني يرضي جميع الأطراف It's a win win solution It's a win win solution solution حل win win يعني ربح win win solution يعني ربح لجميع الأطراف أو للطرفين It's a win win solution كيف أقول وجهين العملة واحدة يعني يقولون نفس الشيء two sides of the same coin two sides of the same coin كيف أقول حظ أوفر أو خيرها بغيرها better luck next time better luck next time كيف أقول قول بدون فعل يعني بس يثرثر بدون فعل all talk no action all talk no action I lost my appetite It's a win win solution two sides of the same coin better luck next time all talk no action كيف أقول لا تقلدني don't copy me don't copy me طبعا copy ينسخ أو نسخة don't copy me لا تنسخني على لا تقلدني لا تدخل يعني شيء ما يخصك it's none of your business it's none of your business أو نقول mind your own business mind your own business إذا لا تدخل it's none of your business mind your own business كيف أقول عاجز عن التعبير يعني تأهد الكلمات يعني ما أعرف ماذا أقول I'm lost for words I'm lost for words كيف أقول لمصلحتك يعني هذا الشيء لمصلحتك أنت it's for your own good it's for your own good كيف أقول لمصلحتك سخيف يعني لا تكون سخيف don't be silly don't be silly نعيدهم don't copy me it's none of your business mind your own business I'm lost for words it's for your own good don't be silly نعيدهم آخر مرة don't copy me it's none of your business mind your own business I'm lost for words it's for your own good don't be silly كيف أقول أنا غاضب منك أو مستاء منك I'm upset with you I'm upset with you لاحظ من كلمتين upset ست لا نقول ست ست هذه ست لكن ست أب ست I'm upset with you أو نقول I'm cross with you كيف أقول أنا جوعان I'm hungry I'm hungry I'm طبعا هي اختصار لي I am كيف أقول أنا عشان I'm thirsty I'm thirsty كيف أقول خلي الموضوع بيننا keep it between us keep it between us يعني لا تفشي السر خلي الموضوع بيننا أنا رجال قد كلمتين يعني أفعل ما أقول I'm a man of my world I'm a man of my world كيف أقول انتهى وقتنا Our time is up Our time is up عيدهم I'm upset with you I'm cross with you I'm hungry I'm thirsty keep it between us I'm a man of my world Our time is up بهذا الشكل لأنه درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن عشرين جملة وعبارة فيه اللغة الإنجليزية من حياتنا اليومية من الأفضل أن تكتب هذه الجمل فيه مدونة أو دفتر خاص بك بالتالي تحفظ هذه الجمل تحفظ هذه الجمل في مكان ما عند الحاجة إليها تعود وتراجعهم من جديد شخص يقول ليس لدي أحد أراجع معه هذه الكلمات أو هذه الجمل أو أسمع له تستطيع أن تستخدم هاتفك أنك قال تسجل فيديو بصوتك بالتالي تستطيع أن تراجع هذه الجملة تلاحظ ما هي أخطائك تصححها ثم تسجل من جديد بالتالي بهذه الطريقة تستطيع أن تحدثة الإنجليزية وتمارسها بالتالي تمر لسانك على الحديث وأذنك على الاستماع أيضا تشارك هذه الجمل مع وناس آخرين بالتالي تعام الفائدة لأكبر قدر ممكن من الأصدقاء والناس بهذا الشكل النهائي الذي درسنا لهذا اليوم أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر جرس وضع لك الفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته